بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب الصف السابع بمدارس أسيا العالمية أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد وعن التربية الإسلامية وهو المنهاج النبوي في الدعوة إلى التوحيد المنهاج النبوي في الدعوة إلى التوحيد تمهيد كان غلام شاب يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال تشهد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله قال فجعل ينظر إلى أبيه فقال له قل كما يقول لك محمد قال فقبل ثم مات فقال نبي صلى الله عليه وسلم عزت والسلام صلوا على أخيكم في قصة زيارة النبي للغلام فوائد وعبر أستنبتها ثم أكتبها في الفراغ التالي واحد حرص النبي صلى الله عليه وسلم حرص النبي على إسلام الصبي وهو وهو على فراش الموت عندما رأى عنده ملك الموت ثانيا الدعوة بالرفق بالرفق واللين إلى الصبي فأن النبي ظاره رغم أنه كان يهوديا وكان غير مسلما طريقة عناصر الدرس طريقة رسول الله في الدعوة طريقة رسول الله في الدعوة الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله عبادة جليلة والعبادات كلها لا بد أن تكون وفق الشرع المنزل على نبي على نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم ولذا فواجب على كل الدعاة أن يتعرفوا على طريقة نبيهم محمد ويسيروا عليها حتى يكونوا على الهدى قال تعالى قل هذا سبيلي قل هذا سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وأنا ومن اتبعني ومعنى سبيلي طريقتي وعلى بصيرة أي على علم ودليل فيجب علينا أن كل من يريد أن يدعو إلى الإسلام فلابد أن يكون صاحب علم ورؤية وطريقة الرسول في الدعوة قائمة على أصول منها الإخلاص لله بأن يبتغي بالدعوة الثواب من الله أي لا بد أن تبتغي الثواب الله في دعوتك العلم بأن يكون عالما بما يدعو إليه وعالما بأحوال المدعوين نعم لا بد أن تكون صاحب علم حتى تستطيع أن تجادلهم بالحسنة الحكمة أي تمتلك التصرف الحسن بأن يتصرف بما يناسب بحيث يضع كل شيء في موضعه اللائق به الصبر بأن يتحمل مشقة الدعوة وما يعترضه من أذى الناس نعم فالدعوة صعبة ولا بد من الصبر على دعوة الناس وسائل الدعوة في عهد رسول الله وسائل الدعوة في عهد رسول الله بذل النبي غاية جهده في الدعوة إلى الله حرصا على هداية الخلق ونوع في وسائل دعوته حتى بلغ رسالة ربه أتم البلاغ ومن هذه الوسائل الخطابة والوعظ فقد كان النبي بمكة يذهب إلى أسواق الناس وتجمعاتهم يدعوهم إلى توحيد الله وكان بالمدينة يخطب الناس ويعظهم في الجمعة والعيد وغيرهما اتنين الرسائل كان النبي يبعث بالرسائل إلى الملوك والزعماء وإلى وجهاء الناس وإلى أهالي البلاد النائية يدعوهم إلى الله ويبين لهم شرعة إرسال الدعاة كان النبي يرسل بعض أصحابه لدعوة غير المسلمين إلى الدين الحق كما أرسل معاذا رضي الله عنه إلى اليمن وكذلك كان يرسل بعض الصحابة إلى المسلمين الذين يقيمون خارج المدينة ليعلموهم ويبينوا لهم شرع الله القدوة الحسنة فقد كان تعامل النبي مع الناس من أعظم أسباب هدايتهم لما وهبه الله من سمو الأخلاق وحسن التعامل قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ضرب الأمثال كان النبي يضرب الأمثال ليفهم الناس وكان ذلك في مناسبات عديدة كما قال جرير بن عبد الله البجلي كنا جلوسا عند النبي إذ نظر إلى القمر ليلة البدري وقال إنكم سترون ربكم ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا أي لا يلحقكم ضيم في رؤيته كما يلحق الناس عند رؤية الشيء فإنه قد يلحقهم ضيم في طلب رؤيته إذن وسائل الدعوة كانت الخطابة والوعظ الرسائل إرسال الدعاء القدوة الحسنة ضرب الأمثال وكانت هذه هي وسائل الدعوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في وسائل الدعوة في عصرنا الحالي تبليغ الدعوة يكون بالقول والعمل وبسيرة الداعي التي تجعله قدوة حسنة لغيره فتحببهم في الإسلام وقد استجدت في عصرنا وسائل وتقنيات حديثة من المهم أن يستعين الداعي إلى الله بها وفق ما شرع الله ومن تلك الوسائل وسائل الاتصالات الحديثة وسائل الإعلام المؤسسات والجمعيات المرقص لها ونحوها الكتب واللقاءات والندوات الرسمية بهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم من درس اليوم في التربية الإسلامية وكان بعنوان المنهاج النبوي في الدعوة إلى التوحيد ونلقاكم بإذن الله في فيديوهات أخرى وشرح آخر قريبا عما قريب بعون الله أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته